رجاءنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بالنمج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ومنخصصناه وقت زي الوقت اللي احنا مخصصينه دلوقتي عشان نجاوب عليها ونفضل احنا وانتو في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وهو بيعلمنا وبينورنا ويخلينا مواصلين دايما بحضرة فضله وكرمه سبحانه وتعالى السؤال الاولان اللي وصل لنا سؤال بيقول هو حرام اللي انا اخلي الشبش بمقلوب على ظهره فيه ناس كتيرة معتقدة هذا الاعتقاد والناس بتقول يا جماعة انتو بتجاوبوا على الحاجات دي ليه الحاجات دي لاني حصل فيها مورثات وحاجات كتيرة جدا لا مش حرام ولا حاجة ولا ده بيجلب النكد ولا اي شيء ولكن الناس بترى ان ده في بعض الاحيين بعض اشكال الادب بتقول ان ما ينفعش ده يكون الى السماء واحنا السماء دي محل نزول الارزاق ومحل نزول اللطف والكرم من الله سبحانه وتعالى فده مفوش حسن ادب لا هو ده في الحقيقة مش كده وهل ده لو حصل يبقى حرام لا مش حرام وعشان الناس ما تتوسوس ويبقى عندها هذا النوع من هذا الوسوس لا مش حرام السؤال التاني بيقول لو سمحت لو سمحت يا شيخ عمر لو سميت بنت اخي اسم ملاك هل ده حرام ولا حلال لا ده مفوش حاجة لان ملاك وكأن احنا بنسمي الاسماء المباركة او الاسماء اللطيفة او الاسماء الحسنة بنسميها تشبها بهذه المسألة فالله يسمي ملاكة هو ما بيقولش ان هي في ذاتها ملاك ولا هو بيدعي ان هي ملاك ولا تعصي لها ما امرها وبعض الناس بيقولوا لا ما تسموهاش ملاك احنا بنسمع كلام كتير ما بيكونش عليه ادلة ولا هو في الحقيقة باب من ابواب وسواسة الناس يقولوا لا لان الملائكة لا يعصون الله ما امرهم وفعلون ما يؤمرون وانتو عندنا كل ابن ادم خطاء وخيرون خطاء لا كل الكلام ده ما لهش علاقة خالص احنا بنسمي الناس اسماء كتيرة ما حد يسمي حد ياسمين يقولوا انت كداب لان هو مش رحت ومش زي رحت لياسمين لا كل الكلام ده كل دي العرب عندهم بلاغة كل دي اسماء بليغة طب ايه الفتنة دي جاي منين وكل الكلام ده منين ان في ناس عندهم حاجة سيئة جدا وهي اني انكروا ما يسمى بالمجاز تسميت حد بانه ملاك يعني وكأني نتمنى ان يكون كالملاك في رقته وفي لطفي وخاصة لو كان الاسم ده تليه لبنت فاحنا بنتمنى ان هي تكون في رقتها وفي عذبتها وفي لطفها فليس هناك معنى من معاني من الاسباب التي تمنع وتجعل تسميتها بملاك ده تحرام فليس حراما بل جائز ان هي نسمى بنت باسم ملاك سؤال التاني سؤال بيقول السلام عليكم يا شيخ انا متجوزة من ابن خلتي طلقني شافه بس قال لي خلعيني مش هطلقك سبيلي بنت وولد لي سنة بأجري اني اطلق واخد نفق مش بيسأل على عياله خالص راح تجوز كمان وخلف وانا بدعي ربنا كتير ربنا يجيب لي حقي قل لي كلمة يا شيخ تبرد قلبي وقلبي اولادي هو في الحقيقة انا اقول لك حذيك كلمة وقول له هو كمان كلمة اولا احنا مش عارفين ان انتو طلقت وانا لا ليه طيب عشان هو حذيك بتقولي هو طلقني هو طلقك هل فعلا طلقك ولما طلقكيش انا مش اقدر احكم على ده غير لما نتحقق لكن خليني اتكلم على المشاكل اللي عندكم لان انا مقدرش اتكلم على اني الطلاق وقع احنا عندنا في الطلاق لا نفتي في الطلاق الا للشخص المطلق ومش معنى كده ان احنا ما نسمعش الزوجة نسمعها ولكن الحقيقة ان الطلاق بيكون في الحقيقة على لسان الزوج فلابد ان احنا نتحقق من الزوج ولذلك تفضلوا تعالوا الى دار الافتاق المصرية واسألوا عشان نعرف ايه هل الطلاق وقع ولا ما وقعش دي اول حاجة الحاجة التانية بقى يا سيدي اسوأ ظاهرة شفتها في حياتي وظاهرة انا انا اسف يعني الظاهرة دي ظاهرة بتطعن في رجولة الرجل يعني اللي يعمل ده انا عندي هذا يطعن في رجولتي اللي هي ظاهرة ايه ظاهرة طلاق الاطفال يعني ايه طلاق الاطفال لما الواحد يطلق واحدة مش يطلقها بس يطلقها هي ويسمي العيال يطلقها هي وعيالها لا او مش عيالها بس ولا ينفع ان الاولاد يتطلقوا الاولاد دولة دولة حقهم ان هم اولادك ويجب عليك نفقتهم ولا يجوز ان انت تتهرب من نفقتهم هذا اسم اسم عظيم ولذلك حضرت النبي قال ان من اعظم الاسم ولذلك قالوا هذا من الكبار لقوله صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول فانت دلوقتي بتعمل ايه انت فاكر ان انت بتنتقم منها انا اقول لك حاجة انت بتنتقمش منها ولا حاجة انت بتئذي نفسك بتفتح على نفسك باب جهنم انت بتعرض نفسك وتطرح نفسك في النار لان الظلم وظلماته يوم القيامة وحضرت النبي حذرك حضرت فيه اكتر من كده حضرت النبي حذرك ان انت تعمل كده مع اولادك فانت بتعمل كده ليه انت بتعمل كده لان انت فاكر ان ده انت قم منها ابدا ده ازى لنفسك وسوق وسوق فعل وسوق اخلاق فاللي انت بتعمله ده لا يجوز شرعا وانت لازم تتقل لها سبحانه وتعالى لان انت لو استمرت على ده ده يمحك منك البركة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم تخيل حضرت النبي في حديث النعمان بن بشير لما والدته طلبت ان هو يكيد طلبت من بشير ان هو يكيد زوجته التانية يكيدها بانه يدي للنعمان وما يديش لأولاده من الزوجة التانية عشان تكيدها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اشهد على جور يعني فقط التمييز ما بين المرأتين كان جور فما بقى لك بقى ان انت تعمل كده في اولادك هذا ليس جور هذا تضيع وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة فانت لازم تخاف ما تعتبرش ان دوت ايه ان حاجة بسيطة يعني قديني بنقدبهم قديني بنربهم بنعرفهم امتي تعرفهم امتك ايه انت مش بتعرفهم امتك انت بتخسر امتك الراجل اللي يعمل كده هو بيخسر امته مش بيعرف اولاده امته على فكرة وانا بقول لكل الرجال كده اوعى تفتكر ان انت لما تمنع الانفاق على اولادك انت بتعرف اولادك امتك سواء كان اولادك معاك او كانوا اولادك بعد الانفصال مع زوجتك او كانوا بتكايد بيهم الاولاد يا سيدي قيمة الاطفال دول قيمة الاطفال دول نعمة من عند الله لا يجوش شرعا الاطفال انا عندي مش مرحلة سنية الاطفال عندي قيمة يعني الطفولة دي بيبقى الانسان انا بقول كده يبقى الانسان انسانا ما بقيت فيه الطفولة فالطفولة ليست الطفولة ليست مرحلة سنية الطفولة قيمة كنا بنقول اه فيه قانون للطفل بنقول لغاية الاطفال لغاية 18 سنة ده عشان نحافظ على هذه القيمة مخزون الإنسانية ومخزون الطفولة اللي موجودة في البن أدمين فإذا ذهبت الطفولة ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما أقول له أن أنت لما تتعامل مع الطفل برحمة ده علامة الإنسانية فلما ترك ده قال له إيه ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك يعني بيقول له إيه ماذا أفعل إذا كان الله سبحانه وتعالى قد سلب منك الإنسانية يا سادة أنا بقول لكل رجل أولادك مش محل انتقام من زوجتك أولادك محل نعمة من ربك الله سبحانه وتعالى يرزقنا وأطفالنا فلذلك ما ينفعش وإحنا مرتبط رزقنا بأطفالنا إن احنا نتهاون في النفق على أولادنا يا سادة الطفولة قيمة ومن أهدر الطفولة فقد أهدر قيمته فلذلك ما ينفعش اللي انت بتعمله ده اتق الله اتق الله في نفسك اتق الله في أسرتك واتق الله في أولادك وإن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول وحدة النبي بيفكرك إن عشان تبقى رجل لابد أن انت تحافظ على أولادك السؤال بعد كده بيقول أختي لسه متجوزة من سنة ولسه ربنا ما كرمهاش بطفل وهي بتشتغل مع أطفال وفي طفل من الأطفال دي حلم إن هي جابت يونس وبعدها كلمها تاني يقول لها سلميلي على يونس وفي نفس اليوم بتفتح التلفزيون على القرآن لقت الصورة اللي شغالة صورة يونس كده يبقى إشارة من ربنا إن لما يرزقها طفل لازم تسهميه يونس لا مش لازم تسهميه يونس تسهميه الإسم اللي هيعيزاه يجوابي لا على مسألة إن هي لازم تسمي يونس لا مش لازم تسمي يونس يعني إيه يعني إيه لو سميته يوسف سميته محمد سميته أحمد سميته عيسى سميته موسى سميته كل الأسماء دي هل مش هيبقى هيبقى حرام عليها لا ونحن تعالوا نحفظ القاعدة دي موما أول نحن لا نأخذ الأحكام ولا نبني القرارات على الأحلام نحن لا نأخذ الأحكام ولا نبني القرارات على الأحلام الأحلام ليش مصدر للتشعيرها خالص حتى وإن قلنا إن الرؤية الصالحة جزء من سبعين جزء من النمو خالص ده بس حاجة كده وكأن ربنا بيقول إن الرؤية الصالحة دي من نسيم الجنة حاجة لطيفة حاجة ربنا بيبشر بيها لكن مش ممكن أبدا لنأخذ منها أحكام ولا نبني عليها قرارات ليه؟ القرارات ليها أصول في بناء القرارات عليه في حكمة وفي تخطيط وفي إدارة بنبني عليها القرارات والأحكام في مصادر شرعية بناخذ منها الأحكام كتاب والسنة والمصادر الأخرى لمصادر التشريع زي الإجباع والقياس والأدلة المختلفة فيها دي اللي إحنا بناخذ منها الأحكام لكن ليس من مصادر التشريع ولا من مصادر الأحكام بأي حال من الأحوال الأحلام يا سادة هنتكلمنا النهاردة عن حديث من أجل أحاديث رسول الله سلم ورسمنا خطة عايز توصل للمحبة اللي بتحقق في قلبك الإيمان عشان يتفتح لك أفواب الجنان كن سلاما كن سلاما على نفسك بينك وبين الله كن سلاما في أسرتك كن سلاما في عملك عيش بالسلام في علاقاتك يا سلام لما تعرف أن مستقبلك مليان سلام ويا سلام لما تعرف أن أنت عايز تبقى سعيد كن بوابة من أبواب السلام على غيرك وعيش في نعيم الجنة في الدنيا قبل الآخرة لأن تحيت أهل الجنة السلام وإذا عشت في الدنيا بالسلام عشت قلبك مليان بالسلام وكمان عشت بتنشر السلام بمن كل الناس أنت أكيد في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة يا رب جعلنا دايما من أهل السلام وجعلنا فيه من أهل السلام على الدوام ويا رب رزقنا على الدوام أن احنا ندخل ونزور حضرة النبي من باب السلام ونكون دايما بنصير خلف حضرة النبي وبينشر في حياتنا الراحة والنعمة والفضل والمدد والسلام يا رب سلمنا يا سلام يا كريم يا ودود اجعلنا من أهل السلام على مدى الأيام يا رب العالمين